بهدف رفع الوعي العام حول قضايا البيئة نظمت حملة تسوى نحميها التابعة للهيئة العامة للبيئة رحلة بحرية للجزر الكويتية استمرت ثلاثة ايام شارك فيها كبار نجوم رياضة الكايك في الكويت والعالم الرحلة البحرية والتي اختتمت اليوم جاءت بهدف توعية المواطن والمقيم بضرورة المحافظة على البيئة والعمل على نظافتها في اطار حملات التعريف بقانون البيئة الجديد والذي يهدف لضمان التكامل بين جهات الدولة والعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات على ان تكون مقرونة بالخطط الزمنية واليات التطبيق جولة حول الجزر الكويتية قامت بها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع فريق كاياك فور كويت تحت عنوان تسوى نحميها لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في المحافظة على البيئة والتوعية بقانون حماية البيئة الجديد احنا هدفنا الاول والاخير توعية الناس توعية الناس من مشاكل البيئية الموجودة وتوعية الناس في كيفية حلها القاء القمامة بشكل كبير على الشواطئ يأثر على البيئة البحرية الاسماك عندنا الحمد لله يعني زينة ومتوفرة ولكن رمي القمامة في هذا الكم الهائل راح يدمرها في لواحة انفيذية نقوم بإجراها حاليا لترتيب الأمر الحملة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام حاولت تسليط الضوء على مشاكل البيئة البحرية والملوثات التي تهدد الحياة فيها المشاكل التي نشوفها طبعا احنا وصلنا حد اعتقد حرد جدا وخطير ولازم يعني خطة طارئة تكون لانقاذ بحرنا هذه بيئتكم هذا بحرك من بحر عيالكم لا تفكر بنفسك اليوم فكر بعيالك لان اذا انت اليوم خلاص وصلنا الحد اذا انت اليوم ما تحاول تغير الوضع عيالك ما راح يأكلون سمج اصلا انقاذ الحياة البحرية رسالة ساعة الحملة لإيصالها مناجدة كافة الجهات والافراد للحفاظ عليها فريق نهتم التطوعي التابع لمركز العمل التطوعي فريق شبابي اتخذ العناية بالبيئة هدفا له من خلال السعي لتحويل البلاد او مناطق البلاد الى وسط مثالي خال من الملوثات منطقة العدلية احدى مناطق العاصمة والتي اجتهد فريق نهتم لتحويلها الى منطقة صحية وفق المعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية لتصبح ثاني منطقة تحظى بالتسمية بعد منطقة الهرموك زراعة 125 نخلى على مساحة 3000 متر مربع بمشاركة جميع الفعاليات الاجتماعية والجهات الرسمية في العدلية يعتبر انجازا كبيرا ضمن جهود فريق نهتم لتحويل منطقة العدلية الى مساحات خضراء صديقة للبيئة تسجل في منظمة الصحة العالمية فريق نهتم تأسس من 11 سنة تقريبا ما نبي لنكون منطقتنا او الكويت بشكل عام يكون فيها فرق تطوعية عندها معايير عالمية تشتغل عليها اللي هي المعايير العالمية المدن الصحة العالمية اعتقد الكل راح يكون سعيد فيها الحمد لله الى ما وصلنا في تسجيل العدلية مدينة الصحية العالمية واحنا نتطلع نوصل الى المعايير العالمية في هالموضوع الفريق يركز على المشاركة المجتمعية من خلال نشر التوعية والتشجيع على زراعة الحضائق من خلال العديد من المبادرات كل سبوع نوزع في منطقة نختار منطقة ونوزع فيها بحدود 5000 شتلة نتعاوم مع جميع الفرق التطوعية بالكويت ونتمنى المشاركة مع الجميع وانهم يشاركونا ويساعدونا ونساعدهم في العمل اللي يصب في مصلحة المواطن الدولة الكويت ان شاء الله الجدير ذكره بان فريقا اهتم التطوعي وقع ايضا بروتوكولات ممنوع التدخين مع 80% من ديوانيات المنطقة احنا اتفقنا مع فريق نهتم ان احنا نمنع الزقاير التدخين كامل من ديوانية من ديوانية الفهد فالحمد لله براحنا اتخذ هالغرار هذا والحي ماكو تدخين عندنا اللي بيدخن يطع برا الديوان حطينا اهلم كراسي برا اللي بيدخن يدخن برا لكن داخل نهائيا ما في زقائر طيب ما في اي احراج ليش ما في احراج هذا ما في شيء هذا لنا ولهم هذا منفع لنا ولهم جهود ذاتية حققت نقلة نوعية في تنمية الكثير من مناطق الكويت وفق المعايير العالمية للمدن الصحية باتت هذه الجهود اليوم تشكل مثالا يحتذا به في العمل التطوير وتقتدي به سائر المناطق في الكويت والتي تمتلك حتى الان ستة مدن صحية مسجلة في منظمة الصحة العالمية لكنها تطمح بتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال وتسجيل مدن صحية جديدة دي مدح دالتلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر